في فلسطين وحبتدي من الأراضي المحتلة في غزة والتي تشهد حربا ضروس الحصار ده ممنعش أن تكون مصر حاضرة دائما مصر حاضرة ليست بالمساعدات ولا بالدعم ولا بالشاحنات ولا بالأدوية ولا بالمعسكرات ولا بسيارات الإسعاف فقط ولكن هي حاضرة أيضا بالقوى الناعمة المصرية بالدراما المصرية ففي ظل وفي عز العدوان الإسرائيلي وبينما نتنياهو يقول أنه حدد موعد غزة وغزة إلا أن الفلسطينيين يتمسكون بالحياة ويعرفون أنهم مهما دفعوا من حيواتهم فهم قادرون ومستمرون أجيال وراء أجيال الفلسطينيين قاعدين في المخيمات أو جنب بيوت مهدمة ولكن بيشاهدوا الدراما المصرية الرمضانية بالكوميدي منها والدرامي ده إزاي؟ مواطن فلسطيني قرر أنه يساعد أهله يحاول يخفف عنهم فبدأ يجيب شاشة عرض ويشغلها بطريقة ما ويعرض عليهم المسلسلات ويعودوا يتفرجوا شايفين فكرة الحياة ستستمر إحنا قادرين إحنا هنعيش وكمان ارتبطهم بالدراما المصرية إحساس الشعب الفلسطيني الواعي الذي لم يتأثر يوما بمحاولات عديدة من أطراب مختلفة عشان يهزوا الدور المصري اللي محدش عمل زيه واللي مصري دايما بتعمله أخونا وبلدياتنا وأهلنا الأستاذ مجد الديراوي من غزة مسائل خير يا أستاذ مجد مسائل ورد يا حبيب أهلا بيك كل عام وأنتم بخير ويرفع عنكم الغمة ويزيل هذا العدوان الغاشم عنكم بإذن الله بإذن الله أقرب وجهة إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وكل الشعب الفلسطيني وحضرتك بخير وصحة وعافية قول لي أنت إيه اللي خلاك تفكر في فكرة عرض دراما على إخواتنا وأهلينا وهم في هذه الظروف الصعبة حبيبي إحنا هنا في غزة زي ما أنت عارف مش بسبب الحرب إحنا حتى من قبل الحرب نعم 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 وخاصة الكوميدي منها نعم يعني إحنا في الوقت الطبيعي في رمضان ما نحضرش المتلسلات في رمضان يعني بالعادة بنخلي إننا نحضر المتلسلات بعد من يمتح شهر رمضان نعم لأنه إحنا شهر رمضان عندنا يعني فيه شغل دائما والعبادة والطلاة والكلام هذا يعني ما فيش وقت والكهرباء كمان بتقطع عندنا كتير يعني إحنا بنشوف الوضع الطبيعي الكهرباء كنا 12 ساعة في اليوم أي تمام فلما إيجت الحرب ما فيش كهرباء من 6 شهور يعني تخيل 6 شهور ما فيش كهرباء بتاتا المصدر الوحيد اللي عندنا الكهرب هو الخلايا الشمسية نعم تمام لما صارت الحرب وبدأ الإدوان على قطاع غزة برضو النت الإنترنت انقطع عن مناطق كبيرة وخاصة في الشمال ما فيه بعض الشركات أو هي شركة واحدة المزودة للإنترنت اللي ظلت بشكل في غزة قرنا إحنا نستغل الشركة هاي من خلال إننا ننزل المتلسلات هاي تمام ونوزعها على الناس اتفرج بتوصلها بإيه بقى الكهرباء بإيه كيف الكهرباء الكهرباء من خلال طاقة الشمس الخلايا الشمسية الخلايا الشمسية طبعا الخلايا الشمسية احنا منقدر نقول اللي من بين مثلا ألف بيت في واحد بس اللي عنده خلايا شمسية لأنه هي تكلفتها عالية جدا يعني عشان انت تعمل خلايا شمسية بتعطيك واحد كيلو وات بتكلفك ألف دولار تجريد ألف دولار؟ اه للواحد كيلو اي اه مش كل الناس بتقدر تعملها يعني حتى قبل التعرض من وضع الاقتصاد الجزء بس انت عملتها صحيح انا كانت عندي موجودة من أول اي ها هند انت كيف احنا عند اتفضل الاعداد اللي كانت بتحضر معاك قد ايه اللي بتعطي تتفرج وتحاول تخرج من الاحساس المؤلم اللي هم عايشين فيه طول الوقت اه الوقت احنا بسبب الوضع السياسي والعسكري مفيش تجمعات اه مفيش تجمعات ان احنا نقعد على جهوة نتفرج او نقعد عند الحب احنا هان بعد قدان المغرب مفيش من قدمين في الشوارع احنا كيف بيجي خلال بطلة العطر بيقولك مثلا ان انا عايز مسلسل كبير اوي مثلا في عشر رمضان عايز العشر خلقات اه بيجي بيخدهم على الشارمي على طريق الجوال تمام وبيدفع حاجة رمزية وبيحضر هو وزوجته وبيحضر هو وولاده في البيت في البيت وكل واحد بشكل خاص اي اما تجمعات كبيرة ما بنقدر بنخاف اما انت كنت بتعرض فين انا كنت بعرض انا ببيع المسلسلات ببيع المسلسلات للناس عن طريق الجوال وهما بيجي تاني يوم بتشكرونه بيقضوا حلقات تانية بيحضروها مع عيالهم يعني انت بتوفر لهم النت وبتوفر لهم الكهرباء بحيث يقدروا يتفرجوا بالضبط مش الكهرباء انا بقى اشحن لهم جوالاتهم الجوال بشحن عن طريق الطاقة الشمسية وبعطيه المسلسل عن طريق الفلاش هو بيحضر في بيته ما عندوش كهرباء مش كل الناس عندها كهرباء طبعا وبس مجرد بيشتري مني المسلسل وبنفس الوقت بيش حنجواله فكرة عظيمة والله برافو عليك يعني ايه المسلسلات اللي كنت بيحبوا انك يتفرجوا عليه والله الصراحة انت نكون الامر يعني صادم بس احنا الطلب كله على المسلسلات الكوميديا الكوميديا ما تفرجتوش على مليحة مليحة انا سمعت فيه تمام بس الطلب يعني مش عايز اقولك انه ضغيف عليه لانه الناس هنا محتاجة تخرج من الجو ايه مش عايز تعايشهم في نفس الاجواء تاني ايه بس ضبط انا مش حاجة اقول لواحد بتفرج على مسلسل كله خبط وروحه وجاية وقصص ومغامرات واسه وحزن تفاهم اللي هي بتنحر حول القضية السلطينية اللي هي من زمان وتدور في النفط المنحمة يعني فهو عارف القضية وهو حافظ القضية احنا عايزين الناس كلها برا غزة بتفرج على المليحة مش احنا احنا عارفين القضية وفاهمينها من زمان صح اخي العزيز مجد الدراوي انا احييك يعني الشعب المصري يحييك ونتمنى لكم السلامة وان تعود غزة العروس الجميلة باهلها خالصة ان شاء الله بشكرك جدا طيب الناس دي عندها قدرة غريبة على بتعايش مع الحياة عشان كده ما بنستغربش لما بنشوفهم بيواجه الاموت بصدور راحبة وبيفقدوا من اهليهم الكتير لكن بيكملوا لان عندهم هدف اسمى وهو حماية الارض اشتركوا في القناة